مع دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع إبريل نيسان الماضي كان حبر التوقيع الحوثي على اتفاقية الهدنة واطفاق خطة العمل مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال من الحرب لم يجف بعد حل أوراق الاتفاقيتين غير أن ذلك تواكب مع العطلة الصيفية التي تتخذها ميليشيات الحوثي موسما سنويا دسما لتجنيد عدة مئات من الأطفال عبر معسكرات المراكز الصيفية والدورات الطائفية وقد ألقت الميليشيات بالهدنة وخطة اليونسيف عرض الحائط منافذة أكبر حملة للتجنيد الصيفي للأطفال وبشكل مكثف على السنوات الماضية وحتى في ظل ساريان الحرب وفقا لقياديين حوثيين وصفتهما وكالة إسوشيت دي بريس بالمتشددين تعتبر ميليشيات الطفل في سنة العاشرة وما دونها بمثابة الرجل الواجب عليه القتال في صفوفها وهي لا تعتبرهم أطفالا وبهذه النظرة المتخلفة للغاية تعمل الميليشيات على استخدام الأطفال القاصرين والأحداث وقودا لحربها حتى في ظل ساريان الهدنة العسكرية عبر إجبارهم على تنفيذ خروقات في الجباد وتستغل الميليشيات المساعدات الغذائية الدولية في تجنيد الأطفال بالإكرار من خلال الضغط على حاجة الأسر الماسة إلى القمح الضروري مقابل السماح للحوثيين باستقطاب الأطفال إلى المخيمات الصيفية ومن ثم جبهات الحرب والعجيب أن تجنيد الأطفال والصبي الصغار الذي يجري بكثافة منذ أبريل الماضي ما زال محفوفا بصمت دولي مريب خاصة من الأمم المتحدة الراعية للهدنة الحالية واتفاقية خطة عمل تحييد الأطفال عن الصراع وكأن شيئا لم يكن